استمراراً للاحتفالات التي تشهدها الكويت بمرور 50 سنة على صدور الدستور والتي بدأت بالاحتفالية الكبيرة التي شهدها شارع الخليج العربي أمس الأول تفضل سموامير البلاد الشيخ صباح الأحمد برعايته وحضوره مساء اليوم مراسم الاحتفال بتدشين النصب التذكاري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال باليوبل الذهبي لصدور الدستور الاحتفالية تخلى لها عرض فيلم وثائقي عن مراحل تصميم وتنفيذ النصب التذكاري المقام في حديقة الشهيد بمنطقة شرق كما تجول سمو الأمير في حديقة الدستور التي أطلق سموه أنوارها وحضر الاحتفال سمو ولي العهد وضيف الكويت الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي وعدد من الشيوخ والوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية وكبار رجال الدولة ترجمة نانسي قنقر